الفنانة اللي راح نناقش احدى اعمالها اليوم هي الفنانة ليلى الشوة هي فنانة فلسطينية نولت عام 1940 في مدينة غزة بعد ما اكملت دراستها الثانوية راحت تدرس في القاهرة في جامعة ليوناردو ديفينشي بعدها اخذت منها على روما على جامعة الفنون الجميلة بعد ما خلصت دراستها عملت اكتر من معرض في الوطن العربي منهم في بيروت وفي الكويت وبعد ما خلصت راحت على لندن عام 1987 واستقرت هناك لحد اليوم العمل اللي قررنا انه نناقشه هو عمل انتجته ليلة عام 1988 وفي الحقبة كان فيه كتير من العوامل الاجتماعية والسياسية اللي اثرت على ايش وكيف الفنانة انتجت واكتر اشياء اثرت هي الانتفاضة الاولى اللي كانت فعالة في هداك الوقت والاحداث اللي صارت في غزة في وقت الانتفاضة كان فيه دور كتير كبير للنساء والمرأة في المقاومة ضد الاحتلال في هداك الوقت في غزة بالذات ففقد مقامته الرجل كرأس العائلة او المجتمع فهي في اللوحة بتخاطب كيف لما صارت هاي الظاهرة استعملوا النقاب اللي هو هي بتعتبره بدع ومش اشي حقا من الاسلام وكيف انه استعملوا النقاب عشان يطهدوا المرأة في هداك الوقت ويسترجعوا مكانتهم على القمة نوعا ما واسترجاع ذكرية المجتمع الليلة الشوى كانت متنوعة في طبيعة الفن اللي كانت عم تعملوا في الاسلوب فهي مش بس استخدمت اللوحة هي برضو استخدمت فن الشوارع والجدران استخدمت الكولاج اشتغلت في المجسمات وبرضو كانت تشتغل باسلوب البوب ارت اللي كان دارج في التمانينات في هداك الوقت البوب ارت كان الفن الطاغي او الدارج في هداك الوقت بالذات في بريطانيا وهي المكان اللي كانت في هديك الفترة البوب ارت هو اسلوب فني انتشر وتأسس كرد على الاساليب الفنية والمدارس الفنية اللي كانت طاغية على السنين اللي قبله زي ما بعد الحداثة او البوست مودرنزم انطباعية النيو امبريشونيزم والتعبيرية نيو اكسبرشونيزم البوب ارت كان عم بحاول يرجع على اشياء الها دخل في الواقع صور من الواقع اشياء من الواقع اللي يعمل منها فن اللي اسسوا هاي الحركة كانوا حاسين انه الفن كتير عم ببعد عن الواقع او عن العالم الحقيقي فنشأ البوب ارت كرد على هاي الغواهر البوب ارت اجاب بعد حقبة المنماليزم والكنسبتشوليزم اللي كانت اكتر اشي دارجة في الستينات والسبعينات في لوحة الحلم المستحيل ليلى عم بتخاطب ظاهرة النقاب واضطهاد المرأة من خلال استخدام الدين الغير صحيح بالنسبة الها استخدام الدين اللي ما بمثل حقيقة الدين او كيف الاسلام مفروض يكون هي بتآمن انه فكرة النقاب بحالها هي تطفل ومش اشي جد حقيقة موجود في ثقافة ادين الشعب وهو بس اداة تستخدم عشان تكبت المرأة وبنفس الوقت تحافظ على مركز الذكر في المجتمع وفي العيلة استخدمت ليلى الشوى في انتاج هاي اللوحة دهان الاكريليك وهي رسمت على كانذس حجمه 90 على 120 يعني في تكرر في الالوان الدافئة وهي بشكل عام طاغية على اللوحة الخطوط مائلة ومتموجة وفي الجد كتير خطوط مستقيمة في كتير اشكال وزخريف وتفاصيل استخدمتها ليلى عشان تعطي شخصية لكل واحدة من الاناثل في اللوحة تميزها عن تاني بطريقة معينة فهي استخدمت اللون والزخرفة اذا منطلع على الطريقة الرسمة فيها ليلة الشوى العينين نلاحظ انه هي عم تقدر تعطينا كتير من العواطف اللي هدول هدول الناس حاسين فيها بدون ما نقدر نشوف باقي تفاصيل الجسم العينين لحالهم عم بقدروا يفرجونا كل العواطف وبنفس الوقت بنلاحظ انه المركز بتاع كل واحدة من هدول الاناث هي بوزة وهي عم تستخدم السخرية والنوع من الفكاهة لانها تجسد كل الشهوات او كل الاشياء المحرمة او غير محبث مجتمعيا على هاي المرأة انها تعمله احسيس في الكبت وانها مش قادر توصل ايش هي جد حابة اللي هي جسدتها في البوزة في هاي اللوحة كان في اكتر من نسخة مختلفة لهاي اللوحة وكانوا بنفس اسم الحلم المستحيل لكن كل واحدة فيهم كانت رقم اللي احنا اخترناها هي اللوحة اللي هي عملتها في الالف وتسعمية وتمانية وتمانين وهي اول لوحة للفنانة او اول نسخة من النسخ لهاي اللوحة يعني بشكل عام اللوحة فيها كتير الوان فيها كتير اشكال فيها كتير عواطف ومش سطحية ابدا بالعكس عم بتخاطب فكرة كتير واقعية وعم تستخدم سخرية نوعا ما جريئة فاللوحة كانت مؤثرة بقديش هي جريئة وقديش اسلوبها الفني مميز اشتركوا في القناة